بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة هنكمل والنهاردة هناخد اخر تجربة من تجارب وهي هي هي مش تجربة منفصلة ولكنها هي حالة خاصة من التري اكسيا حالة خاصة من التري اكسيا بنعملها نفس التجربة بس ما بعملش يعني بجيب العينة كده واروح ضغطها لحد ما تنهار دي لا تصلح الا للتربة الطينية اللي هي المشبعة بالمياة يعني دي ما تنفعش غير للتربة الطينية وفي الحالة دي سيجما تلاتة بقت بتساوي كام بصفر طالما سيجما تلاتة بصفر خلاص يبقى انا ممكن ارسم الدايرة من اول هنا صح؟ وبضغط بسيجما ديفيتور يبقى دي هي السيجما ديفيتور فاهميني ازاي؟ هي سيجما واحد ناو سيجما تلاتة بصفر ونصف وارسم دايرة وكون ان دي يت تعتبر طين فانا مش محتاج غير هي دايرة واحدة عشان انا عارف ان الطين ملوش سي فبناخد له خط كده ونطلع قيمة مين السي لان سيجما تلاتة بكام؟ بصفر واضح او مش واضح؟ طيب ساعات بيسمي السيجما ديفيتور او سيجما واحد في الحالة دي كيو ان كونفايند ودي بتهمني جدا لما يبقى عندي طين يقولك كيو ان كونفايند بتاعتك بكام؟ تقوله مثلا بواحد كيلو جرام على السنتيمتر مربع اقوله خلاص يبقى سي مباشرة من غير مرسم واعمل الكلام ديت ده ما هي الا نص القطر يعني بتساوي ايه؟ ها؟ بتساوي واحد على اتنين يعني نص كيلو جرام على مين على السنتيمتر مربع ولكن الانجلوف انتين الفريكشن بتاعتها بصفر عشان ده ايه؟ عشان دوت ايه؟ طين يبقى هنا للطين ممكن نعمل تجربة الان كونفايند كومبريشن تاست اطلع منها السي بتاعت السويل مباشرة بكده احنا خدنا التلات تجارب بتوع الدايركت شير فيه بتعشير سترانس اوف صايل فيه المعمل ونبتدي نشوف ان شاء الله كم مثال على الموضوع دوت شكرا